بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتكم الله جميعا وعادة جديدة من دروس شرح الروات ورش من طريق الشاطبية نشرحها من المصحف يشرحها لكم الأخ كمال المرش من المغرب وقفنا عند قول الله تعالى فإن كذبوك ثقوا ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذن بأسه لسفها شيء سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون لو شاء مد من تصل في الإشباع ما أشرقنا مد من فصل في الإشباع ولا آباؤنا الأول مد من فصل في الإشباع بعده بدل في آباؤنا في الأوجه الثلاثة المعروفة بعده مد من تصل في نفس الكلمة في الإشباع ولا حرمنا من شيء مدل فيه التوسط والإشباع قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن مد من فصل في الإشباع وإن أنتم مد من فصل ننتبه إلى التأمن تخرصون حتى لا تقرأ طا تخرصون فهي مرققة لأن بعدها حلف الخاء مفخم فننتبه إلى التا حتى لا تتأثر بألخاء إلا تخرصون طبعا عندنا بدل في آباؤنا وعندنا اللين وعندنا العرب طبعا على قصر البدل فيه ولا آباؤنا لنا فيه شيء وهو مدلّين التوسط يأتي عليه ثلاثة العرض فيه إلا تخرصون نعطف بالتوسط في البدل ويأتي عليه التوسط في مدلين في شيء ويأتي عليه في العرض للسكون توسط وإشباع نعطف بالإشباع في البدل ست حركات يأتي عليه التوسط في مدلين فية شيء يأتي عليه الإشباع في العارض للسكون نعطف مرة أخرى بوجه الإشباع في البدل ويأتي عليه هذه المرة الإشباع في مدلين ويأتي عليه الإشباع في العارض بهذا نقول أنهي نتحرير هذه الآية قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين فلو شاء مدلين تصل في الإشباع لهذاكم في وجه الفتح والتقليل لأنه يأي لهذاكم أجمعين صرت من الجمع وهو عبارة عن مدلين تصل في الإشباع طبعا على الفتح في لهذاكم لنا في أجمعين ثلاثة العارض وعلى التقليل بين بين في لهذاكم لنا في أجمعين توسط وإشباع قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه والذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بلا خيرة وهم بربهم يعدلون ننتبه إلى كلمة قل هلم في حالة وقف عليها نقف بميم مشددة فلا يقرأ أحد قل هلم بالمد أو يخفف الغنة فهي من مشددة قل هلم فقط هذا اختبارا أو اضطرارا شهداءكم هذا مد منتصر في الإشباع ننتبه إلى الحاء من حرم حتى لا تفخم الحاء لأن بعدها راء مفتوحة مفخمة طبعا ننتبه إلى الهاء من اسم الجلالة أن الله حرم الهاء مع الحاء حتى لا يقع لنا إضغام أو حتى لا نخترس كسرة الهاء وكسرة الحاء لشدة الخفاء فنعطي للهاء حقها ونعطي للحاء حقها يشهدون أن الله حرم هذا ولا تتبع أهواء الذين نقل حركة نزئة للسكن قبلها أهواء مد منتصر في الإشباع بآياتنا هذا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة لا يؤمنون إبدال الهمزة وخالصة بلا خلاه بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة قصر توسط إشباع وفيه راء مفتوحة قبلها كسر ترقق الراء إذن بلا خلاه فيها نقل وبدل وفيها راء مرققة طبعا على قصر البدل في بآياتنا وبلاخرة لنا فيه عدير وهو عرض للسكون قصر وتوسط إشباع وعلى توسط البدل في الموضعين لنا فيه عدير توسط إشباع وعلى الإشباع في البدل في الموضعين لنا الإشباع في العرض للسكون قل تعال واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالولدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاقة نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تأقلون قل تعال واتلوا ما حرم قل تعال واتل نقل حركة لمزة إلى الساكن قبلها طبعا إن وقفنا اختبارا أو اضطرارا نقف قل تعال واتل بإسكان اللام ننتبه إلى الحاء من حرم حتى لا تفخم لأن بعدها راء مفتوحة نتبه حقيقة إلى الميم وإلى الحاء نرقق الميم والآلف التي بعدها لأن الميم دائما تابع لما قبلها لأن الآلف دائما تابع لما قبلها ونتبه إلى الحاء لأن بعدها حرف الراء مفخم مشدد ونتبه إلى الميم التي بعدها لأن بعدها كذلك راء مفتوحة مفخمة عليكم ألا صلات ميم الجمع وهو عبارة عن مد ونفصل في الإشباع ننتبه إلى تشديد اللام من ألا حتى لا تقرأ مخففة شيئا مدل فيه التوسط وفيه الإشباع وجهان ولا تقتلوا أولادكم مد منفصل في الإشباع ولا تقتلوا أولادكم مد منفصل في الإشباع من ملاقة نقل حركة لنزا إلى الساكن قبلها نحن نرزقكم ننتبه إلى الحاء من نحن حتى لا تخفى ونعطي لأن في نونين نحن نرزقكم نون مضمومة بعدها نون مفتوحة فنعطي الضمن حقه في نحن في نحن ونعطي الفتح حقه في نرزقكم طبعا القاف والكاف القاف مستعلي والكاف مستفل ننتبه إلى القاف والكاف نرزقكم كل حف نعطي حقه ننتبه إلى الهاء من ما ظهر منها لأن وقعت بين حرفين مفخمين الض حرف مستعلي والر حرف مفخم حتى لا تتأثر الهاء بالحرفين قبلها والحرف بعدها كذلك الباء من وما بطن ننتبه إلى الباء حتى لا تفخم لأن بعد حرف ط وصاكم وجهان فتح وتقليل طبعا لا يمتنع شيء إذا اجتماع البدل وياي من ذوات الياي لا يمتنع شيء فعلى التوسط في اللين وجهان في وصاكم وعلى الإشباع في شيئا في اللين وجهان في وصاكم فتح وتقليل طبعا إذا شئنا على الفتح في وصاكم ثلاثة العالة في تعقيرون وعلى التقليل بين بين وجهان في تعقيرون توسط إشباع نعيد بشكل أوضح على التوسط في شيئا وجهان في وصاكم أو نعيد بشكل أوضح على التوسط في شيئا لنا في وصاكم الفتح ونعطف بالتقلل بين بين في وصاكم ويأتي عليه في تعقلون توسط إشباع إذن نعطف بالإشباع في اللين في شيئا يأتي عليه في وصاكم الفتح ويأتي عليه في تعقلون ثلاثة العارض نعطف بالتقرير بين بين في وصاكم ويأتي عليه في تعقلون توسط إشباع هذا ما في هذا الوجه والله أعلم وصلى الله وسلم على سبيل المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته